كيف أصنعوا روبوتة؟ متشوئين تتعلموا عن الروبوتة بأكثر؟ حابين تكملوا المشوار في طريقكم لتتعلموا كيف تصنعوا روبوت؟ في فيديو اليوم رح نكمل المشوار بعد ما تعرفنا على ما هو الروبوت وتعرفنا على عقل الروبوت كمقدمة من البرمجة بدأنا سلسلة جسم الروبوت شرحنا أول جزءين يد الروبوت وقدم الروبوت وأجل وقت سنتعرف على هيكل جسم الروبوت فخليكم معنا جاهزين؟ أهلاً وسهلاً أصدقائي في الجزء الثامن من الدرس الثالث إذا ما تبعتوا الأجزاء السابقة فالأفضل ترجعوا تحضروها بالضغط على البطاقة اللي رح تظهر بالأعلى أو من لينكات الدروس في صندوق الوصف حكينا بالفيديو الماضي ما هو هيكل الروبوت وقلنا هو الإطار أو التركيب اللي بيوفر الدعام الأساسي للروبوت وبيجمع أجزاء جسم الروبوت معنا في هذا الفيديو رح نبدأ بالعناصر والجوانب المهمة عند تصميم هيكل الروبوت شو الأشياء اللازم نرعيها لما نجي نصمم هيكل الروبوت بما أنه يوجد عدة أشكال وأحجام للروبوتات فإن تصميم هيكل الروبوت بيعتمد على تحديد عدة عناصر أولاً المهمة التي سيؤديها الروبوت وبما أن الهدف الأول من أي روبوت هو تنفيذ مهمة معينة فلازم نعرف بالبداية ماذا يجب أن يفعل الروبوت وكيف سيقوم بذلك كيف ستكون حركته أو تنقلاته أو تفاعله ولما نجي نصمم هيكل الروبوت لازم نحقق كل احتياجات الروبوت لنمكنه من تنفيذ المهمة المطلوبة إذا أردنا تصميم الروبوت فلنبدأ بهذا النموذج المبسط لنحدد ماذا نحتاج في روبوتنا سنبدأ بتحديد المهمة وهو نقل الأشياء من مكان لآخر العنصر الأول المهم لأداء مهمة النقل وجود أنظمة انتقال قدم أو ساق للروبوت لكوميشن سيستم وهذه بعض الخيارات التي يمكننا استخدامها ثم نحن نحتاج لحمل الأشياء لذلك سوف ننضيف مساحة مخصصة على الروبوت لحمل الأشياء كهذا السطح مثلا ثم أخيرا ليتعامل الروبوت مع الأشياء التي يريد حملها فنحن قد نحتاج لمؤثر نهائي مناسب أو يد للروبوت Indiefector ولدينا هنا خيران الخيار الأول أن يتمكن الروبوت من حمل الأشياء بنفسه لذلك سأضيف له يد بمؤثر نهائي ذات قبضة ميكانيكية مثلا لالتقاط الأشياء وهذه بعض الأنواع المناسبة أما الخيار الثاني أنه لا حاجة للروبوت لالتقاط الأشياء بل سيقوم شخص بوضع الأشياء على سطح الروبوت لنقلها الآن في النهاية عندما نقوم بتجميه هذه الأفكار ووضع شكل افتراضي للروبوت سينتج لدينا هذا الروبوت في الخيار الأول وهذا الروبوت للخيار الثاني وبناء عليه سيكون شكل الهيكل العام الافتراضي لروبوتي هكذا في كل الخيارين فنحن هنا قمنا بتصميم الهيكل العام بناء على المهمة التي سيقوم بها الروبوت خلونا نتعرف مع بعض على أمثلة الروبوتات الحقيقية مهمتها النقل بداية مع هذا الروبوت الذي يحتوي سطح حمل لنقل السناديق التي قام بوضعها شخص له حتى يأخذها للمكان المطلوب وهذا الروبوت يعتمد طريقة أخرى لحمل الأشياء حيث يقوم بتناول السناديق عن أسطح متحركة ثم ينقلها ليضعها على سطح متحرك آخر كما هو مطلوب بينما هذا الروبوت يحتوي أذرع يقوم بحمل السناديق لينقلها من مكان لآخر ونرى كيف ينقلها أيضا على ارتفاعات مختلفة ويقوم بترتيبها على الأرفف أما هذا الروبوت فهو يحمل ما يوضع على سطحه من قبل الإنسان لينقله من مكان لآخر أما هذا الروبوت فهو يعتمد طريقة مختلفة بحيث يرتفع سطحه ليلامس الصندوق المعلق الذي يريد حمله ثم يسحبه لينقله لمكان آخر وهذا الروبوت الناقل أيضا له ذراع متحركة Articulated Arm يستطيع حمل السناديق ونقلها من مكان لآخر وبدقة عالية ولدينا هذا الروبوت الرائع يمكنه الانتقال ونقل الأشياء من رف لرف وكذلك من موقع لموقع فهو ينتقل بنفسه للرف المطلوب ويحمل الصندوق ليضعه على رف آخر أو لينقله مثلا لوحدة التسليم ونلاحظ هنا أن يدر الروبوت تحتوي على مؤثر نهائي End Effector يعتمد مبدأ الشفط أو السحب للإمساك بالأشياء Vacuum Method حتى يتمكن من إمساك الصندوق ووضعه على سطح النقل الخاص فيه انتهى درسنا أتمنى أنه كان مفيد خفيف لطيف بشوفكم بالفيديو القادم في طريقنا لبناء جيل مبتكر لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد